اول سؤال عندنا بيقول انا زوجي توفي يوم ستة رمضان الله يرحمه واجعله ان شاء الله في فسيح الجنات وفي النعيم المقيم وكان معاه مبلغ دفعت منه يعني كان معاه مبلغ قبل الوفاة دفعت منه زكاة رمضان وصدق على روحه والباقي بصرف منه على نفسي المبلغ ده يكون ورث على العلم ان اهل زوجي ما صرفوش علي مليم بعد وفاته وجزاكم الله خير اه لا الفلوس ده ورث بالمناسبة الفلوس اللي كانت عنده في البيت دي دي ورث موافق ان انت تتفعي عليها زكاة الفطر عنه لكن مش موافق ان انت تتصرف في الفلوس دي الفلوس دي هتتحول الى ميراث وتتوزع على الناس كلها الا اذا هم تنزلوا عن حقهم في هذه الفلوس كنهم ما صرفوش عليك بعد وفاة زوج حضرتك ده مش معناه ان هم كان واجب عليهم ان هم يصرفوا عليك انت عندك اولاد وعندك فلوس وهم اذا كانوا وصل بيكم الحال ان انت معندكمش فلوس خالص اه ساعتها بنشوف بقى اللي بيسموا بالعصبة ونشوفها يعملوا ايه بس في الحقيقة لازم نعرف ان الفلوس دي خلاص بدل الفلوس دي كانت ملك لزوجك وزوجك توفي وهو مالك لهذه الفلوس فهو بعد ذلك الفلوس انتقلت الى ورثته بشيء اسمه ايه بشيء اسمه الخلافة وهم يخلفوه في هذا المال انت ممكن يكون انت عندك اولاد ذكره ايه ناس وانت موجودة وما فيش ابو وام ساعتها الفلوس هتبقى عندكم بس احنا لازم بالاساس نعمل ايه نشوف مين الورثة لانه واضح ان انت بتكلمي على اهله وكانك بتكلمي عن اخواته او شيء من هذا قبيل قادل ويارث اخواته اذا كنتم انتو موجودين فعلى زيك اللي حاصل يبقى احنا نشوف مين الورثة وكان لازم نوزع الفلوس دي على ورثتي